هاي هالاو بناسوخ مساء الخير و ليرة سعيدة للجميع معكم جواهر أحمد وحاليا قاعدت مع البودكاست في الترالين أتمنتكم بخير الآن قبل و ببعض كضيف نوعاتك وأيامك من كم يوم قاعدت أن أحاول أن أتخيل حياتي لو كنت قطة فسؤال حلقت اليوم هو اتخيل تكون قطة هل بتكون اكثر سعادة او بتكون قطة عيس بلا مقوى مشرد وعينه مفقوعة وذاله مقطوع واستنفذ ستة ارواح وبيقيت له اخر روح زي وضعك الحالي ده حين او بتكون قط مهيب رافع راسه وذاله وطعام القطة يجيل حده قطة مرفهة وملقحة ولها جواز سفر كمان اصلت لك الفكرة ممكن تختلف احوال القطة لكن مع كذا اتفق البشري على ان القطة حيوانات مختلفة عن باقي الحيوانات فالبعض يقدسها والبعض يعشكها البعض يعبدها والبعض يتشاء منها والبعض يتمنى يكون قطة عاش البشري منذ قديم الازل مفتونين بالقطة وطريقتها في الحياة رغم انه لو جينا طالع للقطة فهي ما تقدم اي خدمة للبشر لا يحلبوها ولا يستعملوا شعرها او وبرها او صوفها ولا يستفيدوا منها في النقل يعني اللي عنده قطة اليفة هي ببساطة مجرد عب عليه لكن اصحاب القطة ومربيها ما يشوفوها كذا ابدا بل على العكس يشوفوا انه هذه الحيوانات ما تسوي اي شيء ما يخدم غرض معين ما يعطيها متعة فورية يحسوا بانه طريقة القطة في الحياة تلهمهم لانها حيوانات حكيمة تتناقض حكمتها ما حماقتنا البشرية خلينا نقول في البحث دايما عن مثل اهداف ما نقدر نوصلها اجتعى القدماء المصريين بولاهم بكل ما يتعلق بالقطة وتجل هذا بوضوح في الاثار الفرعونية اللي اخذت شيء من سمات القطة زي التماثيل العملاقة او المجوهرات المواقدة للتركيب وكانوا يحنطوا عدد لا يحصى من القطة حتى انهم انشأوا مقابر للحيوانات الاليفة وحسب رواية المؤرخة اليوناني هيريدوت كان المصريين القدماء يحلقوا حواجبهم كمراسم حداد لفقدان قطة العائلة ويعلل المؤرخين هذا الاحترام الشديد باعتقاد المصريين القدماء بانه آلهتهم وحكامهم يمتلكوا صفات تشبه القط قيل انه اهمية القطة تعود الاعتقاد كانوا يؤمنوا فيه المصريين القدماء بازدواجية المزاج عند القط فمن ناحية ممكن تكون الحارس الامين والمخلص لكن من ناحية ثانية ممكن تكون مشاكسة ومشتقلة وشرسة واعطى هذا الاعتقاد صفة سامية للقطة اللي باتت محل كل اهتمام واحترام مما استدعى بالنتيجة بناء تماثيل لها زي تمثال ابو الهول كان هذا الحب والاحترام والتقدير للقطة كبير لدرجة انه لما اشتعلت النيران في منزل احد المصريين بمره كان سكانوا قلقين بشأن قططهم بدل من ممتلكاتهم وبعيدا عن حقيقة اذا كان هذا الخوف طبيعي او مبالغ فيه وحقيقة انه القطط ما سبق بعرفة الموت وانه لها سبعة ارواح زي ما نقول وما تموت بسهولة الا انها ما تخاف من الموت اساسا او على الاقل ما تسمح لنفسها تخاف من الموت اذكر بمره دخلت قطة لبيتنا وبعد مماركة عنيفة في محاولة اخراجها قررت انها ترمي نفسها من السطح وتنتحر لكنها بمجرد ما رمت نفسها للارض طاحت على رجولها وكملت طريقها كأنه ما صار شيء ولا حتى اخذت لحظة تتنفس فيها وتستوعب انها طاحت من الدور الثالث فهي ببساطة ما تخاف من الموت او النهاية النهاية حتى لو ما كانت موت بل تخلي مالكها عنها فرضا معكس الكلاب اللي لطالما اسمعنا قصص عنها كيف انها تتعلق باصحابها وتكون وفية لهم وتستمر في العودة اليهم فالقطط نقدر نقول ناكرة للعشرة او بعبارة ثانية تعيش في الحاضر تستسلم لي بهدوء دافي اذا انتهى قبلت ورحلت بهدوء عشان كذا مو من الصدفة ابدا ان اتلاقي ان عبادة القطط بدأت في وقت جدا مبكر من المعروف انه في القرن الرابع قبل الميلاد كان في معبد للقطط في مدينة هيرامبلس الاثرية في مصر وعثر على العديد من مومياءات ومومياءات القطط المحنطة في مقابرها لحظة مومياءات مومياءات انويز كانت القطط معروفة في مصر القديمة باسم ماو كان لها مكانة مهمة في المجتمع المصري القديم وكان في العديد من الالهة المصرية على شكل القطط كانت تحنط القطط تماما كالموتى من البشر وكان قتل القطط خارج مكان العبادة من غير الكهنة جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو كان هذا القتل خاطئ جريد قبل كذا عن قصة الرجل الروماني قتل قطط في مصر بالخطأ فانقض عليه الناس وقتله على الرغم من انه الملك شخصيا اتدخل في محاولة انقاذه خوفا من احتمالية انهيار العلاقات الدبلوماسية مع روما والدخول في حرب معاها لكن الناس كان اخر همهم الملك والحرب وروما في المسيروجة الاسكندنافية ونوردية ارتبطت القطة بآلهة الحب وفي الديانات اللي تأمن بعقيدة تناسخ الأرواح زي البوذية اعتبرت القطة مسكن للأرواح المقدسة اللي تختارها عشان تسكن فيها وتوصلها للجنة بعد وفاعتها اذا كنت بمتابعي فرينز فاكيد تتذكر وقت اقتنعت فيبي ان القطة السودة هي امها وفي العصورة الاوروبية القديمة معوبية القطة كآلهة في ايرلندا وكانت قبائل الفايكينغ تعتبر القطة اكثر الحيوانات حنان والفة حتى ما كان يقتنيها الا الملوك والامراء وفي الصين اعتبرت القطة آلهة الخصوبة تقدم لها القرابين في نهاية كل موسم حصاد وفي الهند اعتبرت آلهة الامومة في اليابان كانت غالية الثمن وما كان الا النبلاء قادرين على اقتناءها في روما اعتبروها رمز للحرية وحارس روحي للمنزل واستخدمت كحراس للمعابد لحراسة المخطوطات الثمينة من الديدان والقوارض واحنا كمسلمين متعارف بيننا انه مو بس القطة حتى لكن كل الحيوانات انه نعاملها بلطف واهتمام لكن خصة القطة لانها ذكرت في الاحاديث النبوية عن امرأة حبست قطة فماتت القطة فكان مصير المرء النار ذكر في احاديث نبوية اخرى ان القطة الطاهرة غير نجسة وانها من الطوافين والطوافات في البيوت وانه الرسول الكريم كان توضأ من الماء اللي شربت منه القطة واعتبره طاهر لكن السؤال هو ايش اللي كان مميز القط دائما من بين كل الحيوانات وفي كل الثقافات اتفقوا ان القط مميز ليش ملعصفور او الصرصور او الكلب او الضفدع او الحصان او الجمل او الفيل او الزرافة لو فكرت فيها بطريقة مختلفة فمو احنا اللي قدرنا القط وروضناه واخطعناه وميزناه بل في الواقع وعلى عكس ما يعتقد عادة القطة هي اللي سيطرت علينا هي اللي روضتنا لانها بفضل تواصلها معانا اتوقفت على الاعتماد على انفسها وقفت عن الصيد كليا رغم انهم اذا تخلى عنهم اصحابهم رح يرجعوا بسرعة لحالتهم الطبيعية المفترسة احنا بس سهلنا الحياة عليهم اكثر ما بين تونة واكل خاص للقطة وتراب برائحة الفواكه وشخص يغير لهم باستمرار بيئتهم القذرة وينظفهم ويأكلهم باستمرار ويخاف عليهم مين فينا ما نفسه يصير قطة انا شخصية مستعدة اتحول قطة الان لانه ورغم كل هذا الدلال فالقطة لا زالت تتمتع باستقلالية تامة يتفاعلوا معانا كأنهم انداد لنا تطالع لك في عيونك بدون ما تحس بتأنيب ضمير لو اخطط زي الكلب هذا الشي كلنا حتى لو ما عندنا حيوانات اليفة لطالما شفناه في الافلام او في بيوت اصحابنا وقت نزورهم القطة ما تطالع لنا حتى كندلها شخص في عمرها وسنها وحجمها بل شخص ادنى منها منزلة اننا الكائنات اللي نعشقها ونطعمها مو سيدها اللي لابد ان يطاع ممكن يحبونا لكن حبونا بطريقتهم الخاصة المختلفة عن بقية الحيوانات وقترويضها ممكن تبدو القطة وكأنها لا تروض ممكن صح تتعلم تروح تقضي حاجتها في مكانها المخصص لكن ما تتعلم ابدا انها تابعلك حاول تتذكر اي قط في اي فيلم غارفيلد مثلا قطة مغرورة رغم انها فعلا ما تسوي اي شي غير انها تكون مدللة دايما يصوروهم في الافلام ككائنات مغرورة رافع راسها لا تخضى للبشر لانها لا تحتاج قادة تلاقيهم ما يطيعوا ولا يقدسوا الاشخاص اللي يعيشوا معاهم رغم انهم يعتمدوا عليهم الا انهم بشكل ما لازالوا مستقلين عننا يعيشوا حياة اخرى كأنهم يعيشوا في حياة موازية انه هاي انا مالكتك احترمني شوية على الاقل جملة كنت دايما اسمعها من صديقتي وهي تكلم بيبسي القط حقها انه ايش هي الحياة الموازية يا ترا اللي يعيشها بيبسي وبقية القطط بيبسي اليوم كمل اسبوع معايا لانه ماما رافضة اربي قد في البيت فاشفقت على حالي وسمحت لي ااخذ بيبسي لأسبوع لكني افكر اني ما ارشعه ابدا في الوقت اللي انا جالسة فيه في غرفتي خايفة وقلقانة من المستقبل ومتوترة من كل ضغوطات الحياة الاقي بيبسي مرتاح البال صح انه ما عنده مهمات لازم ينجزها لكن على الاقل ليش ما يفكر بالوجود انه ايش جابه على هذه الدنيا ايش هدفه في الحياة ايش مهمته ورسالته كيف على الاقل يقدر يسيطر على العالم لكن لا بيبسي مرتاح البال لو كنت تمتلك قطة او كلب او تابعت على الاقل احد الافلام اللي تتكلم عن القطة والكلاب رح تشوف انه الفريق الاكبر بينهم هو مدى هوس الكلب مقارنة بالقطة القطة بارتة الى حد اللامبالاة تقريبا بينما يبدو الكلب دائما بحاجة لنوع من التحفيز الخارجي صارت الكلاب تقريبا اكثر انسانية لكن ظلت القطة قطة علمنا الكلاب الخوف والحذر والقلق والتعلق فينا بينما ظلت القطة على حالها متأثرة بنفسها حتى انها ما تتعلق في البشر تعلق الكلاب ولا تحس بذاك الملل من دولها فانما كانوا ايا يكن اللي يسووه فكل لحظة تبدو كاملة ومثالية ليش مقادرين البشر يعيشوا زيهم ليش مقادرين يشوف الغباوة في قلقنا مع الاسف فاحنا البشر طالما ما نعاني من اي ألم او مقاعدين نعيش متعة فرح نحس بالملل غالبا كل المتع زي الشرب والطعام والمسلسلات كلها تصير مملة بعد فترة على عكسنا لو ما تلاقي القطة اي تهديد فرح ترجع لحالتها الطبيعية الى شعورها بالرضا احنا البشر في كل مرة ندور عن هدف ثاني ومعنى ثاني ومشكلة ثانية ومعاناة من نوع ثاني قد سبق وقال احد الفلاسفة انه قدر كبير من النشاط البشري هو في الاصل تحويلي فاذا حطيت البشر في موقف ما عندهم اي شي يسوهو فرح يحسوا بالملل ويسووا اشياء زي المقامرة او يبدأوا حروب او اي شي يهربوا فيه من حالة عدم النشاط وتعتبر هذه حقيقة اساسية عن البشر يعني اذا فيه فضائيين او قطط او صراسيري بغيغزون فهذه المعلومات بغاية السرية احنا كائنات تطفش بسرعة وطفشها ممكن يدمرها اكثر الاثرياء لما يحسوا بالملل يروحوا للمقامرة يحسوا فيها بالاثارة يعرفوا انهم ممكن يخسروا كل اموالهم وهذه الاثارة توقظهم من سباة الحياة يقضي البشر حياتهم في قلق مستمر من الطريقة الصحيحة للوجود على عكس القطط العقل هو السمة الاساسية اللي تحدد انسانيتنا فاحنا حيوانات لكن حيوانات عقلانية لا تفرح لان هذا العقل نفسه هو اللي ما يسمح لنا نعيش في سلام نطمح دائما نوصل لشي ما نعرف اش هو نفكر في المستقبل عشان نحل المشكلة اللي ما نعرف اش هي ولا جات للان ولا اذا كانت رح تيجي اساسا او لا عقلنا شغال طوال الوقت يفكر في كل شيء في الحب والمال والخير والظلم وفي الناس ما نوقف تفكير ولا نوقف نحاول نكون شيء آخر غير اللي احنا عليه لدرجة اننا الان قاعدين نتمنى نكون قطة هذا التفكير والادراك بحد ذاته يحبطنا اكثر القطة على عكسنا ما تطلب طريقة وجودها في الحياة الفلسفة او لتفكير عقلاني هم بس يعيش بطبيعتهم كأنهم يقولوا زي ما جات تجي في الوقت اللي نسعى فيه بلا هوادة للسعادة او شير في الوقت اللي نسعى فيه بلا هوادة للسعادة ما نعرف حتى اذا كانت السعادة موجودة لانه اهدافنا في الحياة تقريبا لا تخلو من انك تكون سعيد ببساطة صح لكن لما تحط السعادة كهدف فهذا يعني اننا قاعدين نحط السعادة في المستقبل ذاك وقتها لكن الحقيقة انه المستقبل ما يجي لانه لو جاء بيكون اسمه الان ولا زالت السعادة هدف مستقبلي الفرق الجوهري بين البشر والقطط او لربما اي حيوان اخر هو ان الحيوانات ما تعيش في المستقبل السعادة بالنسبة لها مو هدف او مشروع او حالة بعيدة تقترب منها ببطء بل هي الحالة الافتراضية يلاقوا انفسهم عليها طالما ما يتعرضوا لأي خطر او تهديد وهذا الكلام جدا مهم وهو تقريبا ملخص كل هذه الحلقة اذا حددت السعادة كهدف او مشروع فانت الان قاعد تحطها خارج نطاق وضعك الحالي تحطها في مستقبل افتراضي ممكن تحققه او ما تحققه هذا يعني انك الان ساخط ترفض حالتك الحالية لصالح الحالة اللي تخيلتها او تمنيتها ورح تظل كذا لان او ريدي برمجت نفسك ان السعادة مستقبلية مو الان بدون ما تستوعب انك قاعد تعيش المستقبل اللي كنت مأجل السعادة له قبل فترة هل يعتر يفكر ببسي بهذه الطريقة ام انه الان قاعد يضحك علي انه مكبر الموضوع وهو بسيط للدرجة اللي هو قادر يستوعبها ويعيش وفقا لها على عكسنا تعيش القطط في سلام طالما ما فيه اي مشكلة من حولها ما تدور هي عن مشكلة كل التحاول هي انها تدور عن الرفاهية في الوقت الحاضر اذا قدرت يوم تلاقي طريقة تكلم فيها قطتك او حيوانك الاليف فاظن انه اول شي رح تقوله لك غالبا بعد ابغتونا هو ايش هذا الغباء اللي عايشين فيه ايش هذا العبثية العبثية هذه هي اللي نسميها قاعد افكر مو قادريني ارتاح علين نلاقي معنى للحياة تشاوز وجودنا وعبادتنا لله انه صح احنا خلقنا لاجل انه نعبد الله بس ايش غير كذا اكيد فيه معنى اسمة شي خاص فينا انه انا جواهر ايش هي الرسالة اللي خلقت لاجل اني اقديها بينما يقضي البشر حياتهم في محاولة الفهم الوجود تعيش القطط بحرية وسرور ما تهمها الرسالة بل يهمها الحاضر ما يهمها المستقبل يهمها الان ما يهمها الماضي بل يهمها انها تجاوزته ولعل هذا اكثر من كافي بالنسبة لها البشر اللي يعيشوا بهذه الطريقة مع الاسف ينظر لهم باحتقار واستصغار انه ايش هذا الغباء واللا مبالاة اللي انت عايش فيها هذه الحالة من اللا مبالاة والسعادة اللي نختار نعيشها واللي هي الدفاة ستاعتس عند الحيوانات حالتهم الافتراضية تبدو للبعض لا مبالاة وتبدو للبعض الاخر غباء وسذاجة وتبدو للاخرين طيبة وتختلف وتكثر المسميات من وجهة نظر اشخاص اخرين لكن الحقيقة تظل وحدة انه انا مبسوط انا سعيده مرتاحة البعض انا اخيرا استفد شي من القطط وتعلم شي منها هل سبقوا شفت القطط تعيش زي السناجب مثلا اللي تجمع اكلها وتخزنه للشتاء ابدا القطط ما تفكر تشيلها بكرة اذا عاشت بهذه الطريقة فرح تبدو للقططة الاخرى ك ساحرة القرية الشريرة الغريبة لانه كون القطة تفكر ببكرة وتشيلها بكرة هو كتشبيهها بقلق البشر الدائم تجاه الحياة والمستقبل اهانة لها انها تشبهنا غياب التفكير هذا عند القطط هو علامة على حريتها العقلية وانه لو اتيح لها انها تحصل على دماغ شخص بشري فرح ترفض اكيد لانه بنظرها فالوعي والعقل مسألة مبالغ فيها لانه لما تصير واعي وعاقل فهذا ما رح يقدم لك شي غير انه يعيقك عن الحياة وانت تحاول تفهم وتستوعب وتحلل اذا كانت الحياة فعلا تستحق انك تعيشها هذه القطط ما تحتاج تفهم هي متأكدة ان الحياة تستحق انها تعيشها وعينا وعقلنا ومنطقنا هو اللي قاعد يولد ويحرض هذا التفكير في الوجود والمعنى لدرجة صار صعب انه اي شي يخفف من حدته احنا كبشر ضعفاء لاننا مقادرين الا اننا نخطط ونصاب بخيبة امل لما ما تتحقق هذه الخطط لكن القطط ما تحتاج تكون صورة مشوهة عن نفسها او عن المستقبل او تقلق من وجودها ورسالتها في الحياة لما نقعد نقول طول الوقت اننا نبغى نكون سعداء وامنيتنا نكون سعداء وحلمنا نكون سعداء وهدف كل اعمالنا في النهاية عشان نسعد فكل اللي نعنيه هو اننا مو سعداء لاننا قاعدين نسعى لشي ينقصنا لشي ما نملكه الان والسعادة دائما في المستقبل في الافق ننتظر انها تصير في مرحلة ما هذه السعادة اللي هي حالة اصطناعيا حاول نصطنعها احنا البشر هي الحالة الطبيعية عند القطط القطط ما تحس بالملل ابدا اذا ما لقيوا محفزات من حولهم رح يلتغوا بانفسهم او ينظروا حولهم او يناموا ببساطة تسعد القطط دائما بكونها اللي هي عليه كونها نفسها بينما يتعدب البشر باستمرار في محاولة العثور على السعادة والهروب من غرائسهم اللي لازم يكبحوها وينكروها ويكرهوها عشان كذا يمكن نحب القطط لانهم مختلفين عننا تماما زي حبنا للاطفال ذاك الحب الفطري حتى الطفل غريب صادفته على كراسي الانتظار تحب اختلافه الصادق عنك مو محاولة منه انه يكونك انه يقلدك او يحترمك او يحتاجك هو مجرد طفل يتصرف بفطرته وبصد رغم اننا نعتقد اننا نعيش الحياة لكن الاطفال والقطط لربما هم اللي عيشوا بفعلا بلا هموم ولا تفكير في المستقبل بلا لف ولا دوران بكل شفافية والصدق ما اعرف اذا لي الان تم اختراع جهاز يخلينا قادرين نتكلم مع الحيوانات لانه التكنولوجيا قاعدة تتطور بشكل فضيع لكن لو حصل وجد هذا الجهاز وقدرت تتكلم مع قطتك فاضن انه نصيحتها رح تكون لك هي عيش اللحظة لا تغرق في بحر من التشاؤم والقلق بكل الاشياء اللي يمكن ما رح تصير الحياة مو قصة وانت ما تتحكم في هذه القصة وبهذه الحياة لكنك تتحكم في كيفية تعاملك وتلقيك وردود افعالك لهذه الحياة الحياة نعمة عيشها تماما كالاطفال والقطط مشر تحب كل البشر فيها وتحب كل الكون حاول تعيش بلا مبالاة أكثر تجاه أخطائهم حاول تتغافل تتصرف كأنه ما شفت لأنه اللا مبالاة والتغافل هي فضيلة رح تعيشك بهدوء تغافلك عن اللي حولك ليخليك ودود معهم أكثر وتحببهم فيك أكثر تماما كالقطة بين فترة وفترة أبحث عن المتعة لأجل المتعة نعم إذا كنت تبغى تنام أتنزع لأجل التنزع مو شرط إنك تبحث عن المنفع في كل شي تسويه يمكن البحث عن المنفع في كل شي هو بداية إنك تكون إنسان عقلاني غير سعيد فلا تكون ذاك الشخص العقلاني طول الوقت كون قطة من فترة الثانية وقف تفكر في نوايا الناس القطة ما تفكر إش هي نيتك لما تغير نوعية أكلها أو لما تشتريها ما تقولك إنه لا أنا لا أقدر بثمن وإنه إش قصدك هي بس تبغى تعيش مهتمة بنفسها ونوعا ما أنانية فكون أناني عيش لأجلك أخدم نفسك لاقي وقت لنفسك ودلل نفسك عذر ما عندي وقت مو بيننا لأننا نعرف إننا نقدر ندير الوقت بالطريقة اللي نبغاها ونولي أهمية للشيء اللي إحنا نختاره إذا كان رح نتعلم من القطة الشيء فهو لا تعيش في مستقبل متخيل طوال الوقت وقف تطارد السعادة لأنك ما رح تلاقيها أبدا عيش يومكو بس هذا الشيء اللي تملكه لا تحاول تقنع أي إنسان إنه يكون عاقل وإنه يتفهمك وإنه ما يسيق الظن فيك لأنه كل شخص يعتقد إنه معا حق وإنه الثاني هو المخطي ورح يسيقل كل الظن في النهاية لأنهم هم يبغوا يسيقوا الظن رح يتكلموا عنك لأنهم يبغوا يتكلموا عنك رح يفكروا فيك بالطريقة اللي يبغوا يفكروا فيها وإنت مالك أي سيطر عليهم عيش بهدوء بدون ما تغضب من فضاضة الآخرين أو طريقة تفكيرهم عنك أو مشاعرهم تجاهك لا تحاول أبدا تغير نظرة شخص لك لأنه مو شرط كل البشر يحبوك ويستلطفوك ويمسحوا عليك ويتبطبوا عليك ويداروا مشاعرك في النهاية أنت مو قطتهم الأليفة أحيانا حتى ما في أي سبب ولا معنى لتصرفاتهم معاك ورح تتعب إذا أفنيت حياتك تدور إنه ليش أتصرف معايا كذا وليش قل لي كذا ما في سبب ولا في أي معنى مو بس في تصرفاتهم نحوك بل يمكن في الحياة بأكملها يمكن ما خلقنا عشان نأدي رسالة معينة يمكن خلقنا عشان نخلق إحنا بالتالي الرسالة اللي نبغى نأديها بدلا من البحث عنها تعيش القطط من أجل الإحساس بالحياة مو عشان تدور شي تحققه مستقبلا ويمكن ما تحققه حتى إذا ربطنا أنفسنا بشدة بالأهداف فرح نفقد متعة الحياة ممكن صح يكون البشر هما أذكى الحيوانات على هذا الكوكب لكن هل إحنا الأكثر حكمة الحكمة بعد كل شي ما تتعلق بالمعرفة لما نقول شخص حكيم يعني شخص يفهم الشي عن كيفية العيش ويتصرف وفقا لهذا الفهم والإدراك على سبيل المثال تعرف أنه غلط تصحى من النوم منفس على أمك وأبوك وأخوانك تعرف أنه غلط مع كذا في كثير من الأحيان لازلت تتصرف بهذه الطريقة الغلط وتنفس عليهم كل صباح المشكلة مو في نقص المعرفة بقدر ما هي نقص الحكمة إذا كنت تبحث عن الحكمة فراجب الحيوانات العفوية والمرحة والراضي بكل هيبة تقدمها لها الحياة المنغمسة في الحاضر لدرجة أنها ما تشيلها بكرة القطط مفريدة كليا في هذا الموضوع وغالبية الحيوانات إذا مو كلها تعيش بنفس الطريقة لكننا اليوم ناخذ القطط كمثال لأجل بيبسي لأن القطط هي الأكثر تواجدا من حولنا والأكثر قرب لنا إحنا البشر ورغم أنه نعرف الكثير من الأشياء لدرجة أنها صارت تبدو كبديهيات إلا أننا لازلنا نتمسك بعاداتنا وآراءنا ورغباتنا الخاصة لها دايما الأولوية نتمسك بتنفيس الصبح وبالندم وتأنيب ولوم الآخرين على حياتنا الآن نتمسك بالقلق والخوف من بكرة رغم أنه ندري أنه بكرة ممكن يصير أو ما يصير ممكن يجي بالصورة اللي تخيلناها وممكن ما يجي أساسا ممكن نموت اليوم مع كذا نرتجف من الخوف بمجرد التفكير في بكرة ونبدأ نحسب تحركاتنا ونلاحظ كل التجارب اللي مرانا فيها ندقق ونتفحص ونفتش عن التعاسى لأنها ولابد رح تكون الحكمة هناك بعدها رح يتحل كل شي ويتغير كل شي وتتغير الحياة خايفين من فكرة أنه كل اللي مرانا فيه ممكن ببساطة يكون من دوم معنا نقرأ ونبحث ونسمع لعشرات البودكاست ونقرأ كتب ونستمع لقصص وتجارب الكثيرين لأنه بطريقة ما نحس أنه هذا يساعدنا في إزالة بعض الضغط من فكرة أن كل شي صار معنا كان بدون معنى وكل مأساة مرينة فيها ما كان لها أي معنى لكن لما نسمع قصة شخص ثاني ونسمع التفاصيل الصغيرة المأساوية والتحولات في نهاية قصته نقدر نحط إحنا بالتالي معنى المآسينا معظم عذاباتنا تجي من هذا الضغط عشان نلاقي معنى لكل شي يحصل فلازم نتبنى نوع من الرضا والقبول والتسامح مع فكرة أنه ما كان لشي معنى المعنى اللي أقصده هو أنه مصايبنا وألامنا وفشلنا مو شرط كلها تكون ما قبل النجاح مباشرة نلاقينا ننتظر بعد كل مصيبة ذاك الفرج السحري والانقلاب في حياتنا نقطة التحول السحرية وما نلاقيها تجينا فكرة أنه طيب إيش الهدف من اللي صار معايا إيش الدرس اللي من المفترض أكون أتعلمته وإيش الجزاء اللي صبري وفين عوضي عوضك على الله نتخيل أنه في وقت رح نعيش في عالم آمن من المصايب والآلام والحوادث لأننا قاعدين نعيشها الآن نحضر لذاك المستقبل الكامل اللي لطالما سمعنا عنه في قصص وعاشوا في سعادة وسلام مقادرين نكون قطط ولا نعيش بحرية زي القطط ولا في تقشف زي حياة القطط لأنه ورانا التزامات لازم نفكر فيها ومستقبل لازم نخطط له وحياة كاملة لازم نعرف كيف نعيشها لأننا نبغى نعمل كأننا نعيشه أبدا ما في شيء أبدي ما في عالم كامل ومثالي ما في عالم بدون ألم ومرض وحوادث نعاني مع فكرة إننا نعرف هذه الحقيقة كمان وعلى الأغلب رح نعاني مستقبلا كمان ويمكن بدون أي هدف ولا معنى والأجل لا شيء رح نعاني لنعاني ونتألم لنتألم ونعيش لنموت نكافح مع فكرة إنه ما في معنى خفي ممكن نلاقي بين السطور ونصير نحسد كل كائن أي كان على لا مبالاته بالوجود والمعنى الأطفال الكبار في السن الطيور والقطط والصخر والحجر والبحر كيف أكثر الأنظمة المتطورة في العالم غدلنا لازال قادر على تركنا مع قدر هائل من عدم اليقين نصيحتي هي أرجع لعالم البشر لا تكون قطة أتعلم من القطة اللامبالا والهدوء وبعض الأنانية وعيش كبشري أستمتع كل أتكلم وحب وأخرج وأتمنى وأشتغل وأدخل لبكرة وأعمل وقت إضافي أحيانا إذا حسيت إنه أمر لابد منه لكن لا تندم على شي لا تكافي عشان تكون حكيم عيش كل يوم بأكبر قدر من البساطة والهدوء والسلام ورح تشوف إنه الحكمة أمر موجود بين السطور أتعامل مع الحياة كهيبة أستمتع بإحساس إنك حي لا تتذكر أمس وكيف عانيت أمس وكيف عاملوك أمس ولا تخاف من بكرة وتشيلها من بكرة وكيف ممكن يعاملوك كيف ممكن تغير كل شي كيف ممكن يكون مرعب ومخيف ويتحول كل شي لدرجة إنه تتمنى الأرض تنشق وتبلعك أهدأ على نفسك هون عليها عيش أتذكر عيش ما عشت فإنك مفارق عيش الحياة ببساطة أتخيل نفسك بين حين لآخر لما يكسى عليك البعض وتيكسى عليك الظروف وتحس بذاك الإحساس الكئيبة المتشائمة العقلانة في داخلك أتخيل إنك مجرد طيف عابر جيت لهذه الحياة بس عشان تاخذ فكرة عنها حاول تفصل نفسك على الموقف تماما وأذكر دايما إنه ما رح يدوم الحياة الجيدة والمثالية مو الحياة اللي عشتها أو يمكن تعيشها لكن هالحياة اللي قاعد تعيشها الآن يمكن تكون قطتك الأليفة هي معلمتك بهذا الخصوص لأنها ما تفكر بالحيوات اللي ما عاشتها أو رح تعيشها إحنا كبشر نقلق ونكبر المواضيع ونشيلهم ونخاف ونستحي ونشفق على أنفسنا لكن جنبا إلى جنب مع هذه المشاعر فإحنا قادرين نحب ونكتب ونرسم ونسبح ونجري ونلعب كرة قدم وكرة سلة وتنس ونركب الخيل ونركب الدراجات قادرين أننا نعيش حتى بمتعة أكبر بكثير من القطة وكل الحيوانات فليش ما نعيش بهذا المتعة فعلا طالع حولك للحيوانات عصافير كلاب قطة أتأملها كيف إنها سعيدة ومبسوطة وراضية ومستمتعة حتى مكتفية أدمج هذه الإدراكات في حياتك الخاصة في نهاية في عشرات الطرق عشان تعيش عشرات الطرق عشان تكون إنسان عيش وإنت مستشعر الحياة أرجع أبحث عنها في كل شيء يخليك تحس بأنك حي فعلا مو الأجل القصة اللي رح ترويها بكرة عن حياتك لكن عشان ما في الشيء يخلينا نموت بينما أتيحت لنا فرصة الحياة لا تأخذ أي شيء على محملة الجدل ذيك الدرجة بما في ذلك هذا الوصاية كلم قطتك إذا ما عندك قطة أخرج للشارع رح تلاقيها مرحة وعفوية وحكيمة مستمتعة وغير مبالية ورح تغار منها لكن أتذكر إنها في الوقت ذاته تغار منك ومن كل الفرص اللي تملكها أنت وقدر تستمتع فيها وبس هذه كانت حلقة اليوم أتمنى تكون استمتعت فيها تكون رساية على بر أي واحد فيهم بتكون قطة أو إنسان أو انتق بدون مسمى إذا حابت تغمرني امتناناً فتقدر تقيم هذا البودكاست على أبل بودكاست واتتابعني على صفحاتي في مواقع التواصل الاجتماعي وإذا حابت تابع المزيد من محتوائه رح تلاقي أكثر على قناتي باليوتيوب Thank you for listening Bye